هذه الحلقة سأجيب فيها على السؤال النجفي الأول ما هو تكليف الشيعة حالياً في زماننا هذا في هذا المقطع الزماني الذي نعيشه ما هو تكليف الشيعة حالياً إزاء إمام زمانهم إذا أردت الحديثة عن التكليف الشرعي عن التكليف العقائدي فلابد أن يقع النظر أولاً على الظروف الموضوعية التي تحيط بالشيعة كأمة وتحيط بالشيعة كأفراد فهناك جهات في تشخيص التكليف ترتبط بواقع الأمة عموماً وهناك جهات في تشخيص التكليف الشرعي والعقائدي ترتبط بواقع كل فرد منه فظروفنا الشخصية تختلف باختلاف الملابسات الزمانية والملابسات المكانية وكذلك ما يرتبط بالإمكانات المتوفرة لنا على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد وما يكون هناك من الموانع والمعوقات التي تقف في طريقنا حينما نريد أن نؤدي تكليفنا الشرعية والعقائدية إزاء إمام زماننا حيث لا نستطيع أن نقوم بما يجب علينا إما بسبب انعدام الإمكانات أو قلتها أو بسبب وجود الموانع والعوائق الكلام فيه تفصيل كثير وأنا لا أستطيع أن أغطي كل ذلك في حلقة واحدة حتى وإن طالت لكنني سأذهب إلى المطالب المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع هناك مسارات لابد أن نشخصها في واقع الحياة إذا ما شخصنا هذه المسارات فإننا نستطيع أن نعرف أين نضع أقدامنا هناك مسار الواقع العالمي واقع العالم إمام زماننا لكل العالم وبرنامجه لكل العالم وكل العالم يبحث عنه وإن كان بنحو خفي وأعتقد أن المعطيات المعطيات التي عرضتها لكم في الأجزاء الثلاثة المتقدمة من نشرة أخبار القمر تتحدث عن هذه الحقيقة الإمام لكل العالم وبرنامجه لكل العالم وكل العالم أتحدث عن بؤر القوة أتحدث عن جهات التحكم بالعالم تبحث عن إمامنا أعود إلى المسارات هناك مسار الواقع العالمي وهناك مسار الواقع الشيعي المرجعي وكلا هذين المسارين لا علاقة لإمام زماننا بهما وهناك مسار ثالث وهو مسار الواقع الشيعي المهدوي وهذا المسار فيه اتجاهات سأسلط الضوء على هذه المسارات ولو بنحو إجمالي كي يتسنى لنا أن نعرف أين نضع أقدامنا وفي أي طريق نسير البداية من المسار الأول إنه مسار الواقع العالمي لا بد أن نعرف مجموعة من الحقائق سألخص الكلام بخصوصها الدول الكبرى التي تتحكم بهذا العالم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وضعت نظاما للتحكم بمصير العالم وتعثر هذا النظام حينما بدأت الحرب العالمية الثانية لكنه لم ينقرط لم ينطوي تعرض النظام الذي وضع بعد الحرب العالمية الأولى تعرض إلى عثارات فجددوا هذا النظام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبقي هذا النظام مستمرا قد تلغى بعض مفرداته بسبب تقادم الوقت لكن النظام بقي موجودا حدث له تجديد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واستمر هذا النظام على حاله إلى وقت الحادي أحدث فيه تجديدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأحدث فيه تجديدا ثانيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وأحدث فيه تجديدا ثالثا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 إلا أن النظام انتهى وتلاشى بعد نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عند بداية العقد الثاني 2011 عند بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين دخلنا في مرحلة جديدة وبدأت التجارب الأولى لهذا النظام في العديد من مناطق العالم على سبيل المثال ما جرى فيما يسمى بالربيع العربي في الدول العربية كانت تجربة بامتياز لتطبيق هذا النظام الجديد فالنظام القديم انتهى مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يعني سنة 2010 ميلادي وبدأنا في مرحلة نظام عالمي جديد هذا النظام العالمي الجديد مضمونه الأساسي الهيمنة على العقول الهيمنة على العقول على عقول الشعوب أولا وعقول الحكام ثانيا في النظام القديم كانت الهيمنة على الحكام وليست على الشعوب والحكام هم الذين يهيمنون على الشعوب النظام الجديد يختلف عن النظام القديم إنها هيمنة على عقول الشعوب بالدرجة الأولى ثم هيمنة على عقول الحكام بالدرجة الثانية وإنما ينجحون في ذلك ينجحون في هيمنتهم على العقول النظام الجديد لا يريد أن يستعمر البلدان ولا يريد أن يحتل الأراضي وإن فعلى ذلك فليس لأجل احتلال الأراضي وإنما لأجل احتلال العقول فحينما يتمكن من احتلال العقول سينسحب من الأرض النظام النظام العالمي الجديد الذي بدأت تطبيقاته الواضحة في حرب أوكرانيا حرب أوكرانيا نتاج لمعلومات مزيفة وصلت إلى رأس بوتين هذه هي الحقيقة أنا لست بصدد الحديث عن حرب أوكرانيا لكن الذي يجري في العالم إن كان في أوكرانيا أو في المناطق الأخرى في كل القارات الكآبة العالمية التي بدأت تهيمن على الناس الغلاء مقدمات مجاعة الأوبئة أكانت بفعل فاعل أم لم تكن كذلك لكنها وظفت جزءا من برامج النظام الجديد كل شيء يجري الآن يوظف لأجل هذا البرنامج النتيجة ستظهر في الهيمنة على عقول الشعوب أولا وعلى عقول الحكام ثانيا إنما يتحقق ذلك عبر التحكم بنوع المعلومات وكميتها التي ستصل إلى عقل الإنسان إلى الشعوب على اختلاف مستويات أبناء الشعب وإلى الحكام كذلك نوع المعلومات وكمية المعلومات قطعا مع التحكم بالحالة النفسية التي ستشكل المساحة التي تظهر فيها آثار تلك المعلومات أما الحالة النفسية فإنهم يتسللون لصناعتها عبر كل تفاصيل الحياة من خلال التكنولوجيا المعقدة التي غزت كل جزء من أجزاء حياة الإنسان من خلال التكنولوجيا المعقدة ومن خلال الإعلام المستبد هذا الإعلام الذي يكون ممتعا في ظاهره هو إعلام مستبد إنه يستبد بسلطته الدكتاتورية على العقول فلا يعطي مجالا للعقل أن يذهب يمينا أو شمالا إنني أتحدث عن الشعوب لا أتحدث عن المختصين وعن الذين يعرفون هذه الحقائق حتى هؤلاء حينما تصيبهم الغفلة وحينما لا يكونون منتبهين فإن فإن الإعلام المستبد سيخضعهم سيخضع تفكيرهم لما يريد وبأسلوب خفي هذا الإعلام المستبد الذي يتسلل إلينا عبر البرامج الدينية وعبر الكوميديا وعبر السينما الفاضحة وعبر الموسيقى والأغاني وعبر البرامج الرياضية وعبر التحليل السياسي وعبر البرامج الثقافية المعمقة فكل منا له ميل إلى جهة من هذه الجهات وحينما يرتبط بمصدر من مصادر هذه المعلومات شيئا فشيئا يهيمن ذلك المصدر على عقله من هنا جاءت رسالة إمام زماننا إلى الشيعة قبل أن يهيمن هذا الدكتاتور المخيف الإعلام المستبد جاءت الرسالة من إمام زماننا عبر الميرزى مهد الإصفهاني طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا العلاج هنا العلاج هنا هذا هو العلاج الكامل إذا ملتزمنا بنحو كامل وهذا هو العلاج الجزئي إذا ملتزمنا بهذا العلاج بنحو جزئي أعود إلى مسار الواقع العالمي فمن خلال التكنولوجيا المعقدة التي هيمنت على كل أجزاء حياتنا ومن خلال الإعلام المستبد والذي تهيمن علينا ديكتاتوريته المغلظة والمشددة بإسلوب خفي بإسلوب ناعم تتشكل الحالة النفسية للمجتمعات وللأفراد ومن هنا تأتي نوعية المعلومات وكميتها التي تصل إلى الشعوب وتصل إلى الحكام أيضا عبر كل ذلك فإنهم يرسمون لنا يرسمون للشعوب برنامجا نتيجته طريقة تفكير ستتبعها الشعوب من حيث لا تشعر ويتبعها الحكام من حيث لا يشعرون طريقة طريقة تفكير أسلوب تفكير عبر صناعة الحالة النفسية لهم من خلال التكنولوجيا والإعلام المستبت وعبر المعلومات المنطقات التي ستصل إليهم وبكميات ستغرقهم ألا تلاحظون أن اليوتيوب يعمل بهذه الطريقة فحينما تبحثون عن موضوع معين فإنهم سيغرقون بالكثير من التفاصيل عن ذلك الموضوع بغض النظر أكانت تلك التفاصيل نافعة أم كانت ضارة حينما يبحث الباحث في اليوتيوب مثلا عن شراء جهاز معين عن معلومات عن جهاز معين فإنه سيجد عددا هائلا سيصل إليه عبر الأيام القادمة في نفس الموضوع الذي بحث عنه ولو لمرة واحدة هذا مثال صغير وصغير جدا الحكاية معقدة ومعقدة جدا هذا هذا هو مسار الواقع العالمي كل الذي يجري الآن والذي نشاهده على خشبة المسرح في الكواليس هو هذا الذي حدثتكم عنه إنه برنامج للهيمنة على عقول الشعوب أولا وعلى عقول الحكام ثانيا قد تقولون لماذا الشعوب أولا لأن الشعوب صارت في حالة يمكن لها في كثير من بقاع العالم أن تغير الحكومات ولذا يجب أن يتحكم بعقول الشعوب أولا وبعد ذلك يتحكمون بعقول الحكام ثانيا نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمسة عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان هناك ملاحظات أثبتها على هذه الورقة تخبرنا عن واقع تعامل الناس في زماننا مع المعلومات التي يتلقونها الملاحظة الأولى هناك عدم حفظ للمعلومات للمعلومات لماذا؟ لأن المعلومات موجودة في الأجهزة ولذا فإن خزانة المعلومات عند الناس فارغة من المعلومات لأنهم لأنهم جعلوا خزانة معلوماتهم في أجهزتهم في جهاز الموبايل أو في الأجهزة الأخرى على اختلاف أنواعها أتحدث عن الأجهزة الذكية وهذه المعلومات التي تكون محفوظة في تلك الأجهزة معلومات قابلة للتغيير فحينما يعود إليها قد لا يجدها قد يجد المعلومة قد تغيرت المعلومة القديمة قد تكون مهمة له وقد تشكل نقطة مضيئة في تكوين شخصيته لو أنها حفظت في خزانة معلوماته الشخصية في دماغ الإنسان هناك مركزان للذاكرة هناك مركز للذاكرة الطويلة وهناك مركز للذاكرة القصيرة وتحديد مسار المعلومة إلى أي مركز تذهب يعود إلى الحالة النفسية للإنسان فحينما يحفظ الإنسان معلومة لأجل أن يمتحن في هذا اليوم لأجل الامتحان فقط فإنه سينسى المعلومة بعد الامتحان لماذا؟ لأنه حين اتخذ القرار من أنه يحفظ المعلومة لأجل الامتحان فإن المعلومة ستخزن في مركز الذاكرة القصيرة لكن حينما يحفظ شيئا يريد من حفظه لتلك المعلومة لذلك الشيء أن يبقى في ذاكرته دائما لأنه مهم بالنسبة له فإن المعلومة بحسب هذا القرار ستحفظ في مركز الذاكرة الطويلة حينما تكون الأجهزة عند الإنسان بشكل تلقائي فإن الإنسان لا يتخذ القرار بحفظ بحفظ المعلومات لمدى طويل فإن المعلومات ستذهب إلى مركز الذاكرة القصيرة وستمحى ستتشكل شخصية الإنسان في الجهاز نحن الآن في حياتنا اليوميا إذا ما خرج شخص من بيته ونسى جهاز الموبايل يستشعر أن نصفا من شخصيته وربما البعض يستشعر كل شخصيته قد تركها في البيت أليس هذا هو الذي يجري في واقع الحياة اليوم وكلما اشتدت الرابطة مع هذه الأجهزة كلما صار محتوى الإنسان خارج الإنسان صار موجودا في هذه الأجهزة وقادمات الأيام أيام الروبوتات في السنوات القادمة القريبة سيفرضون على المدارس الابتدائية سيكون هذا أولا في الغرب وبعد ذلك ينتقل إلى الشرق سيفرضون على المدارس الابتدائية أن يكون لكل تلميذ لكل طفل فيها لكل صبي وصبية أن يكون عنده روبوت في بيته لأن المدرسة لن تقبل حلول الواجبات البيتية إلا من خلال الروبوت فالتلميذ يعطي المعطيات لجهاز الروبوت وهو الذي ينجز الواجبات البيتية ويرسلها إلى المدرسة فإذا لم تصل الواجبات البيتية بهذه الطريقة فإنها لن تكون مقبولة لما ظهر جهاز الموبايل كان عند الأثرياء فقط عند رجال الأعمال عند كبار السياسيين الآن أصبح الصبية يملكون أكثر من جهاز الأطفال يملك كثير منهم أكثر من جهاز كذلك الروبوت فإن الروبوت قادم فما بقي من شخصية الإنسان لم يكن قد أودعها في جهاز الموبايل أو في جهاز الكمبيوتر فإنه لا بد أن يودعها في الروبوت الروبوت قادم في السنوات القادمة وهو مفردة من مفردات النظام الجديد كما قلت لكم النظام الجديد نظام الهيمنة على العقول فيما مر من الزمان كان الناس يبحثون عن المعلومة في مستوى الوليمة أتحدث عن المتخصصين وغير المتخصصين في كثير من الأحيان كانوا أيضا يبحثون بهذه الطريقة فيجمعون الكتب ويذهبون وراء المعطيات وراء ولكن إن حسر هذا الأمر شيئا فشيئا مع نهاية القرن العشرين فبدأ الناس يبحثون عن وجبة كاملة ولا يبحثون عن وليمة مفصلة ثم انتقل الأمر إلى الساندويتش وبعد ذلك وصلنا إلى اللقمة الناس تكتفي باللقمة من المعلومات تريد حديثا في عدة دقائق تركوا الوليمة بتفاصيلها لكنهم ما تركوا وليمة الطعام تركوا وليمة العلم والمعرفة تركوا الوليمة بتفاصيلها وتركوا الوجبة الكاملة بتفاصيلها وتركوا الشطائرة الساندويتش وتحولوا إلى اللقمة وفي قادم الأيام سيفتتون اللقمة إلى أجزاء هذا هو الذي يجري إنها المعلومة السريعة المعلومة السريعة لا يستشعر الإنسان قيمتها حتى لو كانت مهمة فإنه يودعها في مركز الذاكرة القصيرة وستتلاحيها وستتلاشى وشيئا فشيئا ستكون خزانة العقل خزانة المعلومات فارغتان الذي يتحكم بعقل الإنسان الذكاء الإصطناعي والمعلومات الموجودة في الأجهزة برنامج الهيمنة على العقول على عقول الشعوب أولا وعلى عقول الحكام ثانيا إذا نظرنا إلى الناس فإن الناس تحركهم الدعاية بغض النظر أكانت صادقة أم كاذبة الدعاية الكاذبة كاذبة أما الصادقة هي الأخرى ستكون سطحية فالدعاية الصادقة لن تكون عميقة لن تكون ثقيلة إنها تحرك الإنسان بصدقها السطحي في اتجاه ليس مهما وهذا هو الذي يحرك الناس الناس لا تحركهم الحقائق العميقة تحركهم الدعايات والدعايات أمر سطحي بغض النظر عن صدقها أو عدم صدقها فالدعايات الصادقة هي الأخرى ليست نافعة وليست مفيدة لأنها سطحية لأنها لا تشكل عمقا معرفيا في عقل الإنسان وذهنه ومعتقده الشلالية هي الأخرى هي التي تحرك الإنسان الشلالية مجموعة من الناس يجمعهم جامع سطحي كالعشائرية مثلا كالمناطقية مثلا كالذين يتفقون على تشجيع الأندية الرياضية كالذين يكونون من المعجبين بمغن أو مغنية أو 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 الشلالية هي التي تحرك الناس الآن فليس هناك من حماس عقائدي أنا لا أتحدث عن كل البشر أنا أتحدث عن الشيعة وأتحدث عن الشيعة الذين يصفون أنفسهم بأنهم متدينون لا شأن لي بغير المتدين فهناك الدعاية هي التي تحركه وهناك الشلالية هي التي تحركه وهناك القناعات الجاهزة السريعة قناعات جاهزة سريعة تأخذ من أفواه الرجال ومن أي رجال من رجال كل ما في عقولهم لا علاقة له بإمام زماننا يصدرون القناعات الجاهزة السريعة هم أنفسهم ليسوا مقتنعين بها لكنهم يجدون مصلحة في نشرها المشكلة كبيرة هناك العديد من الملاحظات سأغض الطرف عنها لأنني أرى الوقت يجري سريعا وبقيت عندي مطالب لا بد من طرحها كي تكتمل الصورة بين أيديكم أتعلمون أن الجيل الجديد من الروبوت بإمكانه أن ينشئ من عند نفسه خوارزميات الذي برمج الروبوت لا يتوقعها الروبوتات السابقة كان المبرمج يستطيع أن يتنبأ بكل ما يصدر عن ذلك الروبوت لماذا؟ لأنه هو الذي وضع الخوارزميات ويعرفها والروبوت ليس بإمكانه أن يتجاوز حدود ومساحة تلك الخوارزميات لكن الأجيال الجديدة من الروبوت برمجت بطريقة أن بإمكانها أن تنشئ خوارزميات ليست موجودة في أصل البرنامج وإنما يوجد في أصل البرنامج أن لها من القدرة أن تنشئ خوارزميات لم يكن المبرمج قد وضعها ولذا فإن المبرمج لن يستطيع أن يتنبأ بما سينتجه الروبوت من خوارزميات إلا على سبيل التخمين لكن لا على سبيل القطع فماذا أنتم قائلون هذا هو الواقع هذا هو الواقع الذي نعيش فيه الحصانة والمناعة والحماية حينما نلجأ إلى هذا البرنامج طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا علينا أن نأخذ المعارف منهم ومن طريقهم إنها بيعة الغدير إنها بيعة الغدير الحل كل الحل في بيعة الغدير أهل الواقع ولذا فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة ماذا قال لنا الخطاب لرسول الله لفظا وهو لنا معنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته النجاة كل النجاة هنا في بيعة الغدير حيث اشترط علينا رسول الله أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وأن لا نأخذ الفقه إلا من علي وأن لا نأخذ الدين إلا من علي وأن لا نفكر إلا وفقا لبرنامج علي قد يقول قائل هذه ديكتاتورية هذه ديكتاتورية إلهية فماذا تصنعون بالدكتاتورية التي تهيمن علينا عبر التكنولوجيا وعبر الذكاء الاصطناعي وعبر الأجهزة الذكية وعبر الإعلام المستبد بأساليبه الخفية أية ديكتاتورية أفضل هذه أم هذه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا شأن لنا بالناس أشرقوا أم غربوا إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير لقد كفرت لقد كفرت سقيفة بني ساعدة ببيعة الغدير بحسبها وكفرت سقيفة بني طوسي بني نجاف ببيعة الغدير بحسبها نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولما جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا أعتقد أنني إلى حد ما بينت مقصودي من مساري الواقع العالمي وقد لاحظتم من أن الكلام يدور حول نقطتين التعليم والإعلام كل الكلام الذي حدثكم عنه يدور حول هاتين النقطتين التعليم والإعلام المسار الثاني مسار الواقع الشيعي المرجعي الذين يتابعون برامجي يعرفون من أنني أقسم التشيع إلى تشيعين إلى تشيع مرجعي وإلى تشيع زهرائي مهدوي الشيعة هم شيعة المراجع وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا ولا أريد أن أخوض فيه في هذه اللحظة فحينما أحدثكم هنا عن مسار الواقع الشيعي المرجعي أتحدث عن شيعة المراجع الشيعة كلهم هم شيعة المراجع ما هم بشيعة صاحب الزمان هم لا يعرفون شيئا عن إمام زمانهم هم يعرفون الأكاذيب والضلالات عن مراجعهم هذا هو الواقع الشيعي الذي عايشناه ولا زلنا نعايشه ترفضون كلامي تقبلون كلامي أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد ملامح هذا الواقع أتحدث عن الواقع الشيعي المرجعي كي نشخص المسار الثاني إنه مسار الواقع الشيعي المرجعي مثلما شخصنا مسار الواقع العالمي الجزء الأول من الكهف الشريف وهذه الروايات قرأتها عليكم فيما سبق وشرحتها ولا أريد أن أقرأ كل الأحاديث لضيق الوقت وإنما أذهب إلى موطن الحاج الكهف الشريف طبعة دار الأسوة طهران إيران الجزء الأول صفحة 380 باب في الغيبة الحديث الحادي عشر عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية التي أولها كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق المفضل يقول وعنده في البيت أناس إلى آخر الرواية إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وَلَتُرْفَعَنَّ إِثْنَةَ عَشَرَةَ رَايَةً مُشْتَبَهَةً لَا يُدْرَ أَيٌّ مِنْ أَيٌّ لابد أن تعرفوا من أن الحديث عن الرايات ليس حديثاً عن قطعة قماش إذا كان الحديث عن قطعة قماش فإن المواكب الحسينية أعدادها تتجاوز عشرات الآلاف وكل موكب يرفع ما يرفع من الرايات التي هي قطع من القماش وكذلك الأندية الرياضية وكذلك المؤسسات الإعلامية والرايات لا يقصد منها قطع قماش الرايات قيادات وزعامات تدعو إلى نفسها وتتبنى منهجاً مخالفاً لصاحب الزمان السستاني مثلاً صاحب راية هي أكبر راية في عالمنا الشيعي لكنه لا يملك راية خاصة به قد صنعت من قطعة قماش وإنما السستاني زعامة تدعو إلى نفسها وتتبنى منهجاً مخالفاً لإمام زماننا قد تقولون كيف ذلك؟ أنا أسألكم صاحب الزمان هل لو كان موجوداً بيننا هل سيعلمنا من أن النواصب أنفسنا ما هذا هو منهج السستاني منهج سار عليه وعلم الشيعة عليه أنا أسألكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لصاحب الزمان لو أن صاحب الزمان بيننا بنحو ظاهر وواضح هل سيعلمنا من أن النواصب أنفسنا مثل ما علم السستاني الشيعة على هذا الضلال لو أن عمر موسى التقى بصاحب الزمان هل سيفعل معه مثل ما فعل السستاني مع عمر موسى حيث اختلى به سراً وأصر عليه أن يوصل الرسالة إلى الحكام العرب ألا يتركوا شيعة العراق في أحضان إيران وإنما أن ينقوا بهم في أحضان الوهابية والنواصب هل يفعل ذلك صاحب الزمان ماذا تقولون أنتم ماذا تعرفون عن إمام زمانكم هل سيطلب من عمر موسى بنحو سري أن يوصل الرسالة السستانية الناصبية البغيضة القذرة إلى الحكام العرب من أنه لا تلقوا بالعراق بشيحة العراق في أحضان إيران لا شأن لي بإيران وسياسة إيران وإنما أتحدث عن العواقب والنتائج فإن السستانية طلب من عمر موسى أن يوصل رسالته إلى الحكام العرب أن يأخذ شيعة العراق في أحضان الوهابية والنواصب وهو الذي ساعد على ذلك ولا زال يعمل على ذلك أنا أسألكم صاحب الزمان لو كان وكيله في الغرب مرتضى الكشميري يؤجر مؤسسة الكوثر في أيام شهادة الزهراء لحفلات راقصة ماجنة ويمنع الشيعة من أن يقوم بالمجالس الفاطمية في أيام شهادتها وتقام الحفلات الماجنة الراقصة وهذا كله موثق هل يبقيه وكيلا عنده ماذا فعل السستان أبقاه وزاد في سلطته وزاد في عطائه وزاد في توثيقه واعتماده عليه فهل هذا المنهج منهج صحب الزمان هذا رجل يدعو إلى نفسه صاحب راية وصاحب منهج مخالف لمنهج صاحب الزمان لو أن صاحب الزمان بيننا الآن ويعرض فيلم سيدة الجنة الذي ما تحدث عن كل ظلامة فاطمة تحدث عن جانب من ظلامتها صلوات الله عليها هل سيقف صاحب الزمان مع أبناء قتلة أمه فاطمة مثل ما فعل السيستاني عبر صهره ووكيله في الغرب مرتضاء الكشميري الحكاية طويلة طويلة حينما نتحدث عن رايات لا نتحدث عن قطعة قماش إننا نتحدث عن شخصيات تدعو إلى نفسها مثل ما يفعل السيستاني على منهج مخالف لصاحب الزمان هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق لقد حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة وحذروا احذروا الدجالين من ولد فاطمة فإن فإن من ولد فاطمة دجالين هذا كلام أمير المؤمنين احذروا الدجالين من ولد فاطمة الذين يدعون إلى أنفسهم على منهج مخالف لإمام زماننا هذا هو الواقع الشيعي المرجعي هذا هو مساره الصادق يقول ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي المفضل يقول فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله للمفضل أكثر من كنية يكن بأبي محمد ويكن بأبي عبد الله وهنا إمامنا الصادق خاطبه بكنيته هذا فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة أين هذا في الكوفة في العراق فالمفضل عراقي كوفي كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال المفضل وفي مجلسه في مجلس الصادق صلوات الله عليه كوة نافذة صغيرة تدخل فيها الشمس فقال أبينة هذه أبينة الشمس فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس أمرنا أبين من هذه الشمس أمرنا عليه رجال لا يدعون إلى أنفسه يدعون إلى إمام زمانه أمرنا عليه رجال منهجهم منهج الغدير أمرنا عليه رجال ميزانهم في الإيمان وفي الرضا والغضب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أمرنا أبين من هذه الشمس عليه رجال لا يعبؤون بالناس شرقوا أم غربوا إنه برنامج الغدير إنها بيعة الهدى بيعة الغديرين نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته وعن فائد الحناق قال قلت لأب الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام قال قد سمعت قال فقال يا فائد من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخى وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثين فوق عرشه ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدل الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان خطبة طويلة تبدأ في الصفحة السابعة والخمسين ترقم بالرقم الثاني والعشرين أقرأ منها موطن الحاجة في الصفحة التاسعة والخمسين أمير المؤمنين يخاطب شيعته فيقول وَلَعَمْرِي لَيُضَاعَفَنَّ عَلَيْكُمُ التَّيْهَ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافَ مَا تَاهَتْ بَنُو إِسْرَائِيلِ هذا هو حديث الرايات حديث الدجالين من ولد فاطمة الذين يدعون إلى أنفسهم ويؤسسون منهجا مخالفا لمنهج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء واقع السقيفة بني طوسي وبني سيستاني وَلَعَمْرِي لَيُضَاعَفَنَّ عَلَيْكُمُ التَّيْهَ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافَ مَا تَاهَتْ بَنُو إِسْرَائِيلِ هذا هو مسار الواقع الشيعي المرجعي وتلاحظون من أن الأمر يرتبط أيضا بالتعليم والإعلام هذا التيهو وهذا الضلال كيف سيهيمن على الشيعة عبر التعليم والإعلام هؤلاء هم أئمة الضلال مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في الرسالة الأولى وأنا أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للشيخ المجلسي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة الإمام يخاطب أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم هذا الكلام سنة أربعمية وعشرة للهجرة نحن الآن في أواخر سنة ألف أربعمية وثلاثة وأربعين نحن في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة وهو آخر شهر في هذه السنة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي وواقع التشيع المرجعي وأعتقد أن ما عرضته عليكم من موقف السيستاني عبر صهره ووكيله الكشميري من فيلم يعرض ظلامة فاطمة يحدثنا بوضوح مر هذا علينا في الحلقة الماضية في الجزء المتقدم من أجزاء النشرة الزهرائية هذه الصورة واضحة واضحة جدا ولذا فإن إمامنا الصادقة ماذا أخبرنا أخبرنا عن أكثر مراجع التقليد عند شيعة زمان الغيبة الكبرى أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة الطبعة الأولى الحديث الطويل المفصل الذي يبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والأربعون بعد المائة رواية التقليد المفصلة ماذا يقول إمامنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى وهم الذين تقلدهم الشيعة وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقيدة هؤلاء ضعفاء من خلال ما يتلقونه من التعليم والإعلام وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم جيش يزيد يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الحديث عن مراجع الشيعة وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ما شاهدتموه من خطاب المرجعية السيستانية على لسان الكشميري في نصرته لأولاد قتلة فاطمة نحن نتحدث عن هذه الأيام لا نتحدث عن سنة ماضية في مثل هذه الأيام هذا هو المثال الواضح لهذا الوصف وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون أنا لا أتحدث عن الكشميري بأنه من العلماء هذا لا يبقه شيئا هذا جاهل سفي أنا أتحدث عن السيستاني مصداق لهذا الوصف وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشكة والشبهة على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ما هم بضعفاء الأبدان ولا بضعفاء الجيوب أموالهم قليلة هؤلاء ضعفاء العقيدة بسبب التعليم المرجعي الناصبي الشيعي وبسبب الإعلام المرجعي الشيعي الناصبي عبر فضائياتهم وعبر منابرهم وعبر مؤسساتهم وعبر حوزاتهم يدخلون الشكة والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب أعتقد أن ملامح المسار الثاني باتت واضحة لديكم هناك مسار الواقع العالمي يريدون أن يتحكموا بعقولنا وفعلا قد تحكموا فيها وهناك مسار الواقع الشيعي المرجعي وهؤلاء ضللون ضللوا أنفسهم أولا وبعد ذلك ضللون وأخذونا بعيدا عن إمام زماننا ها هم أئمتنا يحدثوننا عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي إنهم يحدثوننا عن التيه الذي سيضاعف للشيعة عبر التعليم والإعلام إنهم يحدثوننا إنهم يحدثوننا عن أن أكثر مراجع الشيعة قد نبذوا العهد المأخوذ منهم نبذوا عهد الإمامة والولاية هم يتظاهرون بهذا كذبا مثل ما يحدثنا إمامنا الصادق المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هؤلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا المسار مسار ضلال والضلال فيه واضح جدا إذا أردتم الوثائق والحقائق فعودوا إلى برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية تابعوا هذه الشاشة ستعرفون الحقيقة كاملة نذهب إلى فاصل البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك المسار الثالث مسار الواقع الشيعي المهدوي إنه التشيع الزهرائي هذا هو المسار الثالث لكن المسار هذا فيه اتجاهات بعضها لا نستطيع أن نتواصل معه وبعضها نستطيع أن نتواصل معه تقدم عندنا مسار الواقع العالمي مسار الواقع الشيعي المرجع وهو واقع ضلال وتيه مضاعف إنه واقع جهل وجهالة واقع حوزة النجفي وكربلاء المسار الثالث مسار الواقع الشيعي المهدوي قلت فيه اتجاهات هناك اتجاه يرتبط بإمام زماننا بنحو مباشر ونحن لا نستطيع أن نتواصل مع هذا الاتجاه إنني أتحدث هنا عن شخص إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هكذا نقرأ في زيارة الندبة لا يختلط عليكم الأمر زيارة الندبة هي غير دعاء الندبة هناك دعاء الندبة وهناك زيارة الندبة هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار للمجلس طبعة دار إحياء التراث العربي في صفحة الثالثة والتسعين أقرأ مما جاء في زيارة الندبة وهي من الزيارات التي وردتنا من الناحية المقدسة ومن تقديره الضمير يعود على الله ومن تقدير الله ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه والخطاب هنا لمحمد وآل محمد في شخص إمام زماننا والمنائح هي العطايا ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شيء منا منا ومن غيرنا ولكن الحديث عن الإنسان هنا لأننا في مقام زيارة الإمام نتحدث عن أنفسنا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل الزيارة هي التي تقول تخاطب صاحب الأمر السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة حينما يكون الحديث بهذا الاتجاه فإننا لا نملك جهة اتصال بهذا الاتجاه قد يكون من المصادق العملية التي تظهر في حياتنا ولكنها تأتي عبر الألطاف الخفية لإمام زماننا ما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد إمام زماننا هكذا يقول ويتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يأملونه على توفير غاية منهم واتفاق ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتساق هذه الألطاف الخفية التي تتجلى في حياة الناس عموما وفي حياة الشيعة خصوصا هذه المضامين نحن قد نتحسسها لكننا لا نستطيع أن نتواصل معها بشكل مباشر إنها تطبيق من القوانين والمضامين التي قرأت عليكم جانبا منها مثلما ورد ذلك في زيارة الندبة فما شيء من إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل هكذا جاء في رسالة إمام زماننا الأولى إلى الشيخ المفيد يخبره عن بعض الوقائع ويتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يأملونه على توفير غلبة منهم واتفاق ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتساق هذا الاتجاه نحن لا نستطيع أن نتواصل معه والأمر هو هو في اتجاه آخر يرتبط بخاصة شيعته أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها ومن الباب نفسه المتقدم إنه الحديث التاسع عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة القصيرة هي التي نعرفها بالغيبة الصغرى والطويلة هي التي نعرفها في الثقافة الشيعية بالغيبة الكبرى الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى وهي الطويلة وهي الغيبة الكبرى لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه هؤلاء أسرارهم تذهب معهم إلى قبورهم لا نستطيع أن نتواصل معهم لكن الاتجاه هذا هو جزء من الواقع الشيعي المهدوي مثل ما حدثتكم عن الاتجاه الأول وهو الذي يرتبط بإمام زماننا بنحو مباشر الاتجاه الثاني يرتبط بخاصة صاحب الأمر وهؤلاء نحن لا نعرفهم لأنهم لا يتحدثون عن أسرارهم وتذهب أسرارهم معهم إلى قبورهم الإمام الصادق هكذا يقول للقائم غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة الغيبة الأولى وهي القصيرة لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى وهي الطويلة إنها الغيبة التي نحن فيها الآن لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه قد يسأل سائل ما الفارق ما بين خاصة شيعته وخاصة مواليه لا أريد أن أدخل في تفاصيل دلالة هذين العنوانين بشكل موجز خاصة مواليه الإشارة واضحة إلى بيعة الغدير هذا هو نحن قولهم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه فعلي مولى لي وأنا مولى لعلي علي مولى لي إمام لي سيد لي وأنا مولى لعلي أنا عبد لعلي لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه الإشارة إلى الذين يتمسكون ببيعة الغدير لماذا لأن الشيعة زمان الغيبة الكبرى قد نقضت بيعة الغدير فصاحب الأمر في رسالته إلى المفيد التي قرأت ما قرأت عليكم منها قبل قليل أشار إلى هذا مذجنح كثير منكم يخاطب أكثر مراجع الشيعة سنة أربعمية وعشرة إذا كان في سنة أربعمية وعشرة أكثر مراجع الشيعة نقض بيعة الغدير في زماننا ماذا سيكون الجميع وفعلا هذا هو الذي نجده في واقع حوزة الطوسي لأن الجميع على منهج الطوسي الناقض لبيعة الغدير ولا يوجد أحد قد شذ منهم عن هذا المنهج الضال المنهج مذجنح كثير منكم إلى أين إلى ما كان السلف الصالح عنه شهسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أكثر الشيعة هم أتباع هؤلاء المراجع قلة قليلة لا يتبعون هؤلاء المراجع وهم هؤلاء خواص الإمام الذين لا نعرفهم لا طريق عندنا إليهم لأنهم لا يتحدثون عن هذا وأسرارهم تبقى في صدورهم وتذهب معهم إلى قبورهم والأخرى الغيبة الطويلة لا يعلم بمكانه إلا خاصة مواليه ولذا نقرأ في غيبة النعماني وهو تلميذ الكليني تلميذ صاحب الكافي هذه طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة 176 إنه الحديث الخامس بسنده عن المفضل ابن عمر الجعفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول الغيبة التي نحن فيها إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات مات الإمام وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره هناك مولى يلي أمره إلا المولى الذي يلي أمره التعبير بالموالي ومواليه والمولى إشارة واضحة إلى بيعة الغدير فهؤلاء هم الأوفياء ببيعة الغدير ليس كمراجع النجف وكربلاء الخونة الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه الموضوعات بحاجة إلى تفصيل في القول المقام لا يسمح بذلك نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطم صلوات الله عليه وعلى آلهم الأطيبين فلا يدع زيارة الحسين بن علي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة إذن هناك اتجاهان لا نستطيع نحن في زمان الغيبة الطويلة في زمان الغيبة الكبرى أن نتواصل معهما الاتجاه الأول أن نتواصل مع إمام زماننا بشكل مباشر الاتجاه الثاني أن نتواصل مع خاصة مواليه هؤلاء هم حملة الأسرار لا نستطيع أن نتواصل معه هناك اتجاه ثالث هو هذا الذي يجب علينا أن نبحث عنه وأن نتأكد منه وأن نتواصل معه الاتجاه الاتجاه الثالث الذي جاء في التوقيع الشريف المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب في آخر التوقيع أنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة الإمام هكذا يقول وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذا متاح لنا الإمام أتاحه لنا وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وقد بيّنه لنا في أول التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم هذه آلية الانتفاع من هذا الاتجاه أقرأ عليكم كلمات إمام زمانكم مرة أخرى وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب ما يصل من الشمس رغم وجود الغيوم يصل بنحو حقيقي فكذاك رواة الحديث لا بد من وجود منهج حقيقي لا كما مر الكلام عن مسار الواقع الشيعي المرجعي وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم هؤلاء لا يتحدثون بالظنون وبالاحتمالات كيف يكونون حجة من قبل صاحب الزمان وهم يتحدثون بالظنون والاحتمالات هل يكون هذا الكلام منطقيا فارجعوا فيها في الحوادث الواقعة إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم هؤلاء لا يتحدثون بالظنون والاحتمالات هم حجة من قبل صاحب الزمان الفيض يصل إليهم وصولا حقيقيا مثل ما يصل فيض الشمس إلى الأرض يصل وصولا حقيقيا حتى لو كانت الغيوم فغيوم الغيبة لا تمنع وصول الفيض المهدوي إلى أوليائه المخلصين في الكتاب نفسه إمامنا السجاد في حديث مفصل ينخله لنا أبو خالد الكابلي ولطالما قرأت هذا الحديث عليكم في برامجي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأنهم لا يخضعون لمسار الواقع العالمي حيث تسلب عقولهم ولا يخضعون لمسار الواقع الشيعي المرجعي الضال إنه واقع إنكار وجحود بيعة الغدير هؤلاء هم أبناء الواقع الشيعي المهدوي على هذا المسار يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم أعطاهم عبر إمام زماننا فما شيء منا قبل قليل قرأنا هذا في زيارة الندبة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة يصل الفيض إليهم حقيقيا مثل ما يصل فيض الشمس وإن كانت الغيوم موجودة لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة علينا أن نبحث عن هؤلاء لأننا نستطيع أن نتواصل معه لا نستطيع أن نتواصل مع إمام زماننا بنحو مباشر ولا نستطيع أن نتواصل مع خواص مواليه لكننا نستطيع أن نتواصل مع رواة حديثه لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف ما هم يحملون السيف إنهم دعاة تعليم وإعلام لم يتحدث إمامنا عن السيف هنا وإنما جعل سيوفهم في تعليمهم وإعلامهم في تبليغهم وتثقيفهم وإرشادهم وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا الدعاة عن طريق التعليم والإعلام هذان الجناحان الذان نستطيع أن نخدم بهما إمام زماننا التعليم والإعلام من هنا كانت مؤسسة القمر كانت مؤسسة للثقافة الثقافة هي التعليم للثقافة والإعلام أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا الرواية هنا تتحدث عن منزلة من منازل رواة الحديث هناك منزلة أخرى حدثنا عنها أمير المؤمنين أنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت بيروت لبنان الخطبة الخمسون بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة أمير المؤمنين يتحدث عن فتن زمان الغيبة إلى أن يقول متحدثا عن إمام زماننا في سترة عن الناس في غيبة إنه إمام مستور في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظر ثم ليشحذن فيها في تلك السترة في تلك الغيبة الطويلة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هؤلاء أعلى رتبة من أولئك الذين أعطوا ما أعطوا من العقول والأفهام والمعرفة فصارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هؤلاء على تواصل مع إمام زمانهم عبر فيضه الذي يصل إليهم وصولا حقيقيا تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح تصل الحكمة إليهم صباحا ومساء لماذا كي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم لهداية الشيعة وإرشادهم إنه التعليم والإعلام الجناحان الذين نستطيع أن نخدم بهما إمام زماننا وأن نكون من الممهدين لمشروعه العظيم صلوات الله وسلامه عليه ابحثوا عن هؤلاء هؤلاء موجودون بإمكاننا أن نتواصل معهم نحن لا نستطيع أن نتواصل مع إمامنا بنحو مباشر ولا نستطيع أن نتواصل مع المجموعة الخاصة مع المولى الذي يلي أمره مثل ما قرأت عليكم من غيبة النعماني لا نستطيع أن نتواصل مع هؤلاء هؤلاء حملت الأسرار الخاصة ويذهبون بأسرارهم إلى قبورهم لكننا نستطيع أن نتواصل مع هؤلاء الإمام أرجعنا إليهم أرجعنا إلى رواة الحديث وجعلهم حجة علينا مثل ما هو حجة عليهم قطعنهم حجتهم حجة عارضة الحجة الأصل لإمام زماننا هؤلاء تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الإمام تتواصل حكمته معهم صباحا ومساء تقولون هل نستطيع أن نشخصهم إمامنا الصادق بيّن لنا ذلك إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي في الصفحة الأولى وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران الطبعة الرابعة 2004 ميلادي الحديث الثاني إمامنا الصادق هكذا يقول لنا هذا الخطاب لكل الشيعة لي ولكم أعرفوا منازل شيعتنا الإمام يطلب منا ذلك هذا يعني أننا بإمكاننا أن نعرفهم أعرفوا منازل شيعتنا بماذا يبنى رسول الله بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنه قارنوا بين الذين تعرفونه من الذين يقولون نحن رواة حديث نحن فقهاء الشيعة قارنوا الإمام يأمرني ويأمركم أعرفوا منازل شيعتنا لماذا يأمرنا الإمام كي نصل إلى رواة الحديث الذين نصبهم صاحب الزمان حجة علينا كي نستطيع أن نتواصل معهم وهذا يحتاج إلى تعليم وإعلام أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث ومن فقهاء الشيعة وممن تعتقد الشيعة بأنهم علماء فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث المفهم يمكن للشيعة أن يشخصوا المحدث بالمعنى الغيبي الكامل لا يستطيعون أن يشخصوا إلا أن يظهر لهم من الآيات والدلائل التي تدل على ذلك لكننا لسنا بصدد الحديث عن هذه الجهة الإمام يتحدث عن التفهيم هنا فبإمكاننا أن نعرف منازل الشيعة وأن نعرف المفهم من غير المفهم فإذا ما شخصنا المفهم علينا أن نتواصل معه وحينئذ نستطيع أن نضع أقدامنا في الموضع الصحيح هذا هو الذي قاله إمامنا الصادق في رواية التقليد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه يتحدث عن المرجع الشيعي لم يترك في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب فقيها مؤمنا ثم يوفقه الله تعالى للقبول من إلى آخر الرواية الشريفة بإمكاننا أن نصل إلى هؤلاء الميزان حديث أهل البيت الميزان ثقافة أهل البيت والمساحة التي نتحرك فيها التعليم والإعلام من خلال التعليم والإعلام نستطيع أن نتواصل مع هؤلاء وأن نشخص هؤلاء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر